أو ثاني يوم فإسرائيل ستزيد من الضغط على إيران لجرى للرد ومن ثم الدخول في مرحلة جديدة بالشرق عشان هيك يجأ اختيار السنوار بما أن المنطقة متجهة للتصعيد والتصعيد حتمي كمان نحن نرى زيارة بشار الأسد عندما استدعى بوتين لبشار الأسد قبل أسبوعين ثلاثة وقال له بالحرف الواحد أريد أن أعرف موقفك من المنطقة وسوريا جزء منها لأنه للأسف المنطقة متجهة للتصعيد يعني هذا بوتين حكاها لبشار لما جابه على موسكو يريد أن يرى موقفه من الصراع القادم والتطور القادم فمعنى بوتين عدم المؤخذة ما له متفرش إنما هو صانع قرار في سوريا كمان فهو يعلم خفايا الأمور فعن نرى التصعيد وجر المنطقة فلابد من مواجهتها مثل ما قلنا بيمين بيمين وتصعيد بتصعيد وبالإضافة أيضا أن حركة حماس ستتخلص من الضغوط العربية إن كانت من مصر ولا قطر ولا أي دولة أخرى كونه هي متواجدة خارج الغزة إنه هو والله قائد الحركة في الداخل وهذا قرار في الداخل وما في عليه ضغوط وهذا كمان نقطة جدا مهمة إنه الأمريكان بالآخير رح يتطروا يتفاوضوا مع هذا الرجل وهذا بحد ذاته لما يتطر الأمريكي يتفاوض مع هذا الرجل هو اعتراف بالحركة من قبل أمريكا وهذا ما تسعى إليه ما تسعى إليه الحركة إنه أنتم لن تستطيعوا القضاء علينا وستتفاوضون معنا كما تفاوضتم مع